الاح assim الحفظ هاي برنامج بطلع فيها أخي هواري أتكلمنا عن عبدالله السعيد عندما يعتذل مش نشترك بص هي صفقة أنا من 2018 نحن بنكرر سلسل سماريو عبدالله السعيد كل فترة انتقالات عبدالله السعيد دلوقتي خلينا نبدأ نقول أنه عنده مشكلة مع برامدز مشكلة كبيرة ووصلت أنه هو في أزمة ما بينه وما بين هاني سعيد المدير الرياضي لأنه دي برامدز دفعت عبدالله أنه عبدالله يفكر يخرج من برامدز ويأخذ تجربة تانية حلم عبدالله السعيد ختام مشواره بقاميس نادي الزمالك لأن ده النادي اللي هيقدر يلعب بيه ويختم ببطولة عظيف ده هدف عبدالله السعيد وأيضا حلم جمهور نادي الزمالك لأن نشوف عبدالله السعيد بقاميس نادي الزمالك ولكن الصفقة جوة نادي الزمالك عليها انقسام البعض قال لك خلاص لازم نقفل باب عبدالله السعيد ثمانية وتلاتين سنة فصعب أن أجيبه ومش هيلعب مع أفريكيا لكن في بعض الأراء قال لك لا كده كده إحنا شايفينه في الملعب أهم العيب في برامدز أو من أهم العيبة برامدز فأنا هقدر أستفاد منه لو مش هستفاد حتى في أفريكا هستفاد في الدورة هيبقى تدعيم كواس جدا وخيار كواس جدا في استقرار على الصفقة لحد دلوقتي مفيش استقرار أن الصفقة تتم لكن في بعض الأراء زي ما بقولك بيحاولوا جوة دارة الكورة إن ينهو صفقة عبدالله السعيد خاصة إنها مش هتكلف الزمالك مبالغ كبيرة عبدالله هيجي براتب أقل من بياخده برامدز ممكن نقول إنه نص راتب مع برامدز وكمان نادي برامدز مش هيغالي زي ما حصل في صفقة الدونجا ما حصلش أي مغالاة مدية وبالتالي الزمالك قدر إنه هو يضم الدونجا من برامدز طيب، الرحلين الرحلين مفيش رحلين بالشكل اللي الناس متخيلان إنه ممكن الزمالك يفرق لو حد هيخرج ممكن مثلا إنه يكون أوباما لو الزمالك هتحرك في مراوان عطية من الاتحاد السكندري لو الاتحاد السكندري هيبقى عنده نيا إنه هتخلى عن لاعب زي مراوان عطية الزمالك عايز مراوان عطية وهيبقى إضافة لخط النص يعني مش صفقة إرجنت أو إنه هم والزمالك في احتياج فني لللاعب عشان ما مفيش في خط النص بس إنه لو هسيب أوباما للاتحاد ممكن هدخله في صفقة مع مراوان عطية بس لكن فكرة إن أنا أتخلى من باب التخلي لا مفيش خلاص سنة كده كده لعيب موجود عندي لكن أوباما نفسه شايف إنه هو محتاج إن يطلع ياخد تجربة بعيد عن الضغط الجماهيري أقدر أستعيد بريقي وتقلقي ويعني أظهر بسوب جديد لأن خلاص جمهور ضغط على أكتر من اللعيب هجوم شوية على عمر جابر هجوم شوية على يوسف أوباما تشكيك في مستويات ففيه لعيبة تقول لك لا أنا أطلع زي محمود علاء مساء محمود هيك أترهبته كده مراوان حمدي مراوان لما خرج من ناتزة مالك قال لك لا أنا مش هقدر استحمل أنا عايزة فهي مش راحلين مش